صحة وسعادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي المستمعين وصبحكم الله بالخير ونتمنى أن يكون هذا اليوم مليء بالتفاؤل مليء بالإنجاز عليكم مستمعين أهلا وسهلا بكم في برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج يومي نطل به عليكم من الساعة العاشرة حتى الحادية عشر من صباحي كل يوم من يوم الأحد لين يوم الخميس فهذا البرنامج تقدمه هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعة نور دبي الهيئة حقيقة تقدم لكم هذا البرنامج ليكون نافذة مفتوحة على أفراد المجتمع ومؤسساته نسعى من خلال هذا البرنامج أن نستقبل اقتراحاتكم ملاحظاتكم وحتى كل المواضيع اللي لها علاقة بالشأن الصحي والطبي في إمارة دبي وأيضا كذلك نطرح بعض المواضيع الصحية أو الطبية بشكل عام من خلال مجريات مجريات هذه الحلقات اللي بديناها معاكم من فترة شهرين يمكن أكثر أقل ما أذكر عموما تواصل يومي معاكم نحاول من خلال هذا التواصل أن نقدم المعلومة الجيدة وأيضا نحاول أن نسعى لعلاج مختلف المواضيع اللي ممكن تطرح وكذلك نستقبل الاختراحات اللي ممكن تطور العمل الصحي في إمارة دبي وبالتالي في دولة الإمارات العربية المتحدة للتواصل معنا يمكنكم إرسال الرسائل النصية على الرقم 4006 أو عبر الاتصال على الرقم 600551414 منبتدي معاكم جولتنا الإخبارية اليوم لكن قبل ذلك يا جمعت الخير في مفاجأ إن شاء الله يوم الأحد القادم في حدث كبير بيتمتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي في هذا اليوم بدشن هيئة الصحة في دبي يعني واحد أو عفوا مشروعين من مشروع واحد مشروعين من المشاريع اللي بتشكل نقلة بإذن الله في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي ما بعطيكم التفاصيل الحين بعطيكم ياه يوم الأحد إن شاء الله بتعرفون كل التفاصيل شو هذين المشروعين شو تفاصيل هذين المشروعين يوم الأحد خلوكم على السمع إن شاء الله ونخبركم التفاصيل كلها عموما في هذا الصباح تطالعنا الصحف المحلية بخبر يقول تنظم جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية أسبوعا للتوعية بالأمراض النادرة خلال الفترة من 21 إلى 26 فبراير الجاري تحت شعار ساهموا معنا في إيصال صوت الأمراض النادرة يأتي الأسبوع في إطار احتفالات الجائزة للعام السادس على التوالي في دولة الإمارات باليوم العالمي للأمراض النادرة والذي يوافق اليوم الأخير من شهر فبراير من كل عام وقال عبد الله بن سوقات عضو مجلس الأمناء والمدير التنفيذي لجائزة حمدان الطبية عضو مجلس الإدارة في هيئة الصحبة دبي إن الأسبوع التوعوي بالأمراض النادرة يهدف إلى رفع درجة الوعي بسبل الوقاية والعلاج من هذه الأمراض لدى كل من المتخصصين في القطاعات الصحية وغير المتخصصين لما تشكله من عبء لا يستهان به على كاهل الفرد والأسرة والمجتمع بشكل عام من جهتها ذكرت الدكتورة فاطمة بستكي استشارية طب الأطفال والوراثة السريرية بمستشفى لطيفة ورئيس اللجنة التنظيمية للأسبوع التوعوي بالأمراض النادرة أن الفعالية تتضمن العديد من الأنشطة التي من أهمها الجلسة العلمية حول الأمراض النادرة والموجهة للمتخصصين في طب الأطفال والتي ستعقد ضمن فعاليات المؤتمر العربي الثالث لصحة الأطفال الذي يقام تحت رعاية جائزة حمدان الطبية خلال الفترة من 25 إلى 27 فبراير الجاري بمشاركة حوالي 500 متخصص وأشارت إلى المسابقة الإبداعية للأمراض النادرة بمشاركة طلبة المدارس على مستوى الدولة والتي تشمل على ثلاث فئات تتضمن فئة البحث العلمي وفئة كتابة العمل الأدبي وفئة العمل الفني مواضحة أن المسابقة تهدف إلى تحفيز الأجيال الجديدة على البحث الذاتي والمطالعة لاكتشاف طبيعة هذه الأمراض والتعرف على السبل التصدي لها والوقاية منها طيب بنتقل كذلك لبعض الأخبار اللي طلعت في ملحق البيان الصحي واللي تقدرون تطلعون عليه من خلال موقع البيان .ae بتحصلون لينك الخاص بالبيان الصحي في الزاوية على الإسار عموما الخبر يقول التوتر يضعف حدة البصر خبر وايد مهم حبيت أشارككم فيه بيّنت نتائج دراسة علمية أن حدة البصر لدى الإنسان تضعف في حالات التوتر النفسي وأجر العلماء دراسة علمية اشترك فيها شباب تتراوح أعمارهم ضمن النطاق 18 إلى 30 سنة وقسموهم إلى مجموعتين حيث طلب من أفراد المجموعة الأولى النظر إلى نقطة حمراء كانت في هذا الوقت تتعرض للصعقة كهربائية أما المجموعة الثانية فطلب منها النظر إلى نقطة خضراء من دون أن تتعرض هذه النقطة للصعق الكهربائي تضمنت مرحلة ثانية من الدراسة عرض مربعات على المشتركين بداخلها خطوط وطلب منهم تحديد اتجاه مع تعريض أفراد المجموعة الأولى إلى ظروف تسبب التوتر النفسي أظهرت نتائج هذه الاختبارات أن وجود عوامل تسبب التوتر النفسي غيرت حدة البصر لدى أفراد المجموعة الأولى نحو الأسوأ حيث أصبحت النقاط لا ترى جيدا وكذلك تجاه الحركة حركة الخطوط داخل المربعات يعني تذكرون يوم نشوف بعض الألعاب الأولمبية الخاصة في عملية الرماية والتزديد وحتى السهم والقوس دائما الشخص اللي يحافظ على رباطة جأشة ويحافظ على تركيزه النفسي هو اللي يفوز فما أدرك هم مفروض يعني يسوون هذه الدراسة على الرياضيين عموما الزبدة أن التوتر يضعف حدة البصر في خبر ثاني يقول أننا نحن بدأنا نعيش في هذا العالم الذكي يقول في ملابس ذكية سوف تستخدم في خدمة الصحة قريبا قد تصبح الملابس قادر على التكخن بخطر تعرض الأشخاص لجلطات دماغية الله يسلمنا وإياكم وإبلاء خدمات الإنقاذ في الوقت الحقيقي بفضل أجهزة السشعار مدمجة بألياف النسيج على ما أظهرت دراسة في جامعة لافال في كيبيك وهذه الملابس الذكية قادرة على التقاط معلومات بيولوجية طبية بشأن الأشخاص الذين يرتدونها ونقلها عن طريق أجهزة اتصال لاسلكية إلى مراكز الإسعاف أو برامج تحليلية بحسب الباحثين في كلية الطب ومركز العلوم البصري والضوائيات والليزر في جامعة لافال يعني وايد أشياء كنا نشوفها في الأفلام للأمانة هذه مواضيع بحث علمية يعني أتصور شكل العالم بيتغير عن قريب ومنعيش ثورة تكنولوجية مش طبيعية خاصة في مجال الأمور الخاصة بالطب يقول جيف فيان المدير مكلف بنقل التكنولوجيا أن التطبيقات ستصبح متوافرة خلال السنوات المقبلة سيكون الجزء الأكبر منها مخصصا لغايات طبية كما بالإمكان الاستفادة منها في تحديد مكان وجود الأطفال المخطوفين أو الضائعين بفضل اللواقط الكثيرة الموجودة على هذه الملابس وأضاف الأنسج لها خصائص عدة ومن خلال نقل المعلومات بوسطة الإنترنت ستصبح الملابس منصة للتواصل وناقلة للمعلومات وأشار إلى أن تطبيقا محتملا سيكون وسيلة للكشف عن الطراب في انتظام ضربات القلب ما يسمح بإختار أجهزة الإسعاف عندما يعاني أحدهم من احتشاء لعضلة القلب خلال نومه أيضا توصل فريق العلمي الذي يقوده البروفيسور يونس مصدق إلى تطوير هذا النوع من ألياف النسيج عبر مراكمة طبقات عدة من النحاس والبلويميرات أي شو البلويميرات ما عرفه للأمانة والزجاج والفضة طبعا هما ما قالوا لأن حين بيسولنا كنادير ولا عبايات ممكن فيها هذه الألياف عموما هذه الفكرة من الخبر لكن لا يزال يتعين الانتهاء من بعض التفاصيل المرتبطة بهذه الملابس الذكية من بينها كيفية ربط النسيج بشبكات اتصال لاسلكية أو حل مسألة التغذية الكهربائية بحسب العالم يونس مصدق فلا تستانسوا وايد بعد ما يسوون هاي الملابس يعني يبالنا وايد فترة لما الجماعة الخياطين يقدرون يسوون لنا عبايات ويسوون لنا كنادير وغتر بهذه الألياف عموما نحن متواصلين معاكم بعد الفاصل عندنا موضوع مهم نتكلم فيه عن الأعصاب والصرع أمراض الأعصاب والصرع عبر المداخلة الخاصة بالعيادة الذكية فابقوا معنا صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم في برنامج صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعة نور دبي عموما نحن قبل الفاصل كنا وعدنا كنا نطرح موضوع وايد مهم موضوع حيوي لكن ما أدري إذا الضيف جاهز معنا طيب نحن ليه ما يجهز تجهز معنا المكالمة بقولكم على خبر أو إحصائيات معينة تشير الإحصائيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية إلى وجود نحو خمسين مليون شخص حول العالم يتعايشون حاليا مع الصرع وتتراوح نسبة عموم السكان المصابين بالصرع أي استمرار النوبات أو الحاجة إلى العلاج في وقت ما بين أربعة وعشرة أشخاص لكل ألف نسمة ومع ذلك فإن بعض الدراسات التي أجريت في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تشير إلى أن النسبة أعلى من ذلك بكثير حيث تتراوح بين سبعة و أربعة عشر شخص لكل ألف نسمة على صعيد العالمي تشخص إصابة ما يقدر بنحو اثنين مليونين عفوا واربعمائة ألف شخص بالصرع سنويا وفي البلدان المرتفعة الدخل تبلغ حالات الإصابة السنوية الجديدة بين ثلاثين وخمسين حالة لكل مائة ألف نسمة بين عموم السكان أما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل فقد يزيد هذا العدد ليبلغ الضعف يعود ذلك مستمعين في الغالب إلى زيادة مخاطر الأمراض المتوطنة مثل الملاريا وارتفاع معدلات الإصابات الناجمة عن حوادث المرور والإصابات المرتبطة بالولادة والتفاوتات في البنى التحتية الطبية وتوافر البرامج الصحية الوقائية ويعيش 80% من الأشخاص المصابين بالصرع في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل عموما نحاك أننا حابين ننتقل إلى العيادة الذكية لكن منحاول إن شاء الله في الباقي من البرنامج نطرح هذا الموضوع منروح معاكم لموضوع آخر موضوع أيضا من المبادرات اللي طرحتها هيئة الصحة بدبي في الأعوام السابقة وأيضا حققت إنجازات كثيرة هي المبادرة أصلا اسمها أنجز أكثر أنجز أكثر أحد المبادرات متميزة اللي نفذتها هيئة الصحة بدبي بشكل سنوي ضمن استراتيجيتها لتعزيز الجانب الوقائي وغرس وتجذير الثقافة الصحية لدى أفراد المجتمع لتجنب الإصابة بالكثير من الأمراض وتفادي مضاعفاتها السلبية على الفرد والأسرة والمجتمع بشكل عام الحديث عن هذه المبادرة وأهدافها المتعددة وبرامجها وإنجازاتها خلال الدورات السابقة يسرنا أن يكون معنا في السوديو الأستاذة عفرة بن كتة رئيس قسم التغذية العلاجية بمستشفى راشد واليوم لابسة بعد مثل لوقو مستشفى راشد هيا شاء الله معانا نحن بكم مستمعين اليوم عفرة عطينا بس فكرة عامة عن هذه المبادرة وبعدين ما ندخل في تفاصيلها بالنسبة لمبادرة أنجز أكثر هي حملة تثقيف تغذوي لممارسي الرياضة في المماشي الرياضية هذه الحملة تتكللها المسابقات والمرح والاستفادة بتوفير المعلومات التغذوية المناسبة لهم طبعا احنا في الحدائق أو المماشي المرتادين هاي يكونون على درجات متفاوتة من اللياقة الرياضية فنتقابل مع الناس الرياضين اللي هم الأثليتيز نتقابل مع الناس أقل مستوى من هذا لكن احنا نحاول قدر الإمكان أن نعطيهم سابورت ودعم لأقل احتياجاتهم من الوعي التغذفي الخاص برياضتهم طبعا هذه المبادرة بدأت في سنة 2014 وكملنا على 2015 وإن شاء الله بنبدأ هاي السنة كذلك طيب ما بين 2014 و2015 شو الأرقام والإحصائيات اللي موجودة عندك إذا بسوي لمقارنة ما بين هذين السنتين وأيضا شو تطلعاتكم حقه 2016 في 2014 كان تقريبا ألف وشي زائر لمواقعنا في 2015 ما شاء الله زادوا إلى 3500 زائر للموقع حتى معظمهم كنا نعرفهم من السنوات اللي طافت يعني السن اللي قبلها شافيناهم وكانوا حابين هم بنفسهم أن هاي الفكرة تتكرر ونكون متواجدين معاهم تقريبا مش بس ثلاثة شو الأكثر من شدي كان الفيدباك منهم أو تغذية المرجعية كانت جدا ممتازة بالعكس هم دعمونا نفسيا أكثر وكانوا حابين نحن نتواجد معاهم على طول بطاقاتنا الموجودة طيب الأماكن اللي بزورونها في هذه السنة هاي السنة راح نغطي ممشى الخوانيج اللي خذينا منه تغذية مرجعية إن كان عندنا كثير من الزوار حابين نحن نكون متواصلين وياهم في الخوانيج كذلك ممشى الممزر حديقة التل في حتى كذلك وفرنا لهم وممشى حديقة زعبيل بشي غطينا إحنا ديرة وبرديرة وحتى لحتى طيب أنا بعد بذكر المستمعين اللي يبغي يتعرف على الجدول الخاص فيكم نحن مننشر إن شاء الله في مواقع التواصل الاجتماعي ومادري إذا بتخبرينه بعد الحين ما عندي مشكلة بتاريخ 22 إن شاء الله راح نبدأ في الخوانيج نبدأ من الساعة أربعة لغاية الساعة ستة 22؟ بتاريخ 22 فبراير بصادف يوم الأثنين هي تكون كل أثنين من كل أسبوع بنبدأها بتاريخ 22 فبراير وحتى 25 إبريلي ممتاز كل أثنين كل أثنين من كل أسبوع بنبدأها في الخوانيج زي وبتمشون على الأماكن اللي ذكرتيها قبل طيب الفعليات اللي بتتضمنها هذه المبادرة بمعنى شو هي الفحوصات اللي أنتوا سوونها للمشاركين وهل هي مجانية ولا فيها فلوس ولا طبعا المواضيع أو الكورنرات المطروحة في زواياننا الخاصة بالتثقيف بتكون عندنا هناك زاوية بنسميها زاوية قوي عظمك هذه الزاوية طبعا بتغطي كل احتياجات الزائرين من الأسئلة الخاصة بكيفية الحفاظ على عظمهم عظم قوي وكثافة عالية شو هي الأغذية اللي تحاول أنها تعطيك تنمي عظم خلي عظم صلب لحظة الدكتورة عزيز شو خبارك تمام وين ما في ماء في ماء أنا ليش ذكرت موضوع الماء دكتورة أبغي بعدين بتناول معاك أهمية الماء بما أنت أنت وإحنا عملنا مسح بعد على الماء نسبة الماء المستهلك ونسبة الماء وعي الناس لأهمية الماء نزيل فعدنا الإحصائيات خلينا كمل هذه النقطة وبعدين برجع لها طيب مثل ما قلنا الزاوية الأولى تهتم بكل القضايا الخاصة بكيفية تنمية عظم سليم شو هي الأغذية المرتبطة بتغوضية العظم السليم والعناصر الغذائية الهامة له الزاوية الثانية هي زاوية كيف تبني عظلك دايما الرياضة مرتبطة بتقوية العظل فهنا عندنا لما يوني الزوار عندهم تساءلات كثيرة عن اللي هي المكملات الغذائية من البروتي سواء كانت باودر أو عبارة عن محاليل أو إنها تكون عبارة عن مواد غذائية بس إنهم يزيدون الكميات بحيث تعطيهم كميات أكبر من البروتين أو الفايتاميز فكل تساؤلاتهم نغطيه في هذا الكورنر عندنا كورنر كيف تحمي قلبك ودماغك العقل يعني الدماغ طبعا بما أنت عارف ارتفاع الإحصائيات الناس عندنا المصابين بالجلطات الدماغية وذبحات الصدرية فإحنا نحاول نوعيهم بأهمية تغيير رمط الغذائي إلى نمط غذائي صحي نحاول قدر الأمكان أن نقيهم من مشاكل جلطات الدماغية والعقلية كذلك عندنا زاوية فوائد الشاي وركزنا على الكرك لأن البنبادرة هاي أو الحملة تكون في فصل الشتاء الكرك مفيد ولا مفيد بنيك خلها لنا فهذه الموسم سيزن هذا يكون بارد فالناس ويت تشرب كرك أنت ما خليتين نشرب كرك اليوم خليتين نشرب شاي أحمر شاي وإحنا نركز على الشاي وعلى الكرك يعني التثقيف هذا يزاوي عن الشاي وعلى الكرك فنعلم عن فوائده والتكنيك الخاص في كيفية عمل الشاي الصحي فيه تكنيك خاص في عمل الشاي كذلك عندنا نركز على زاوية الاستشارات هاي زاوية نخليها فقط للناس اللي عندهم مشاكل سكر ضغط حاب أي سؤال إضافي يكون معاه من كبار اختصاصيين التغذية المعتمدين في هيئة الصحير الدولة وفي هذه الزاوية احنا نعمل تحاليل ضغط وسكر وما إلى ذلك وصارت عندنا حالات ارتفاع في حالة وصلتنا مرتفع السكر عندها أكثر من خمسمية فتواصلنا مع الإسعاف وأخذناه على مستيشفى راشد يعني في حالات تظهر بعد عندنا في المواقع طيب أنا برجع بتكلم عن فوائد الماي معاش الدكتورة بتكلم عن هذا التكنيك الخاص بالشاي الصحي اللي يبغي يعرف التكنيك يتابعنا لأنه عقب الفاصل عقب الفاصل ما نرجع ما نستكمل هذا الحوار ما نشوف شو صارفت هذا الشاي الصحي شو التكنيك اللي المفروضة نحن نسويه مع ضيفتنا آه ما شاء الله هذا بروشور حننوزعه في الموقع آه يعني هذا اللي بيمر هناك ممكن يتعرف على طريقة تحضير الشاي الصحي وأي تساؤل اختصاصيات موجودات على الكورر وآه ممكن نجاوبهم يعني نخبرهم ولا ما نخبرهم عقب الفاصل أي سؤال حاب تسأله ممكن نجاوب عليه نزيل عموما بعد الفاصل ما نخبركم على طريقة تحضير الشاي الصحي وأيضا عن المزيد من المواضيع التغذوية يمكن أنا بعد في موضوع وايد كلموني عنه المستمعين بحاول أطرحها على عفرة عقب الفاصل خاصة بموضوع المكملات الغذائية هذه اللي يستخدمونها مالكمال الأجسام والرياضيين بطرحها بس بعد ما أخلص مبادرة أنجز أكثر فاصل وما أرجع لكم استمعين واللي عنده أي سؤال يطرش لنا يا من الحين على أساس أني ما أنسى أقرأ الرسائر شكرا جزيلا صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مسامعين الكرام وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة المميزة حقيقة من برنامج صحة وسعادة والذي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي قبل الفاصل كنا نتكلم على مبادرة أنجز أكثر ومعانا ضيفتنا في الستوديو يعني اللي حقيقة سعيدين جدا بتواجدها الأستاذة عفرا بن كتر رئيس قسم التغذية العلاجية بمستشفى راشد عفرا نحن تكلمنا أو أنت قلت بتعطينا وصفة الشاي الصحي وأنا شوف أني فيه شاي وفيه شاي كرك فشو الوصفة هذه؟ الفكرة يتهي زاوية الشاي الصحي أو الكرك الصحي يتمنطل من كثرة التساؤلات على الموقع بخصوص الشاي وكذا فقلنا نحطها كفكرة أن نبين لهم الحقيقة العلمية من الكلام المتداول الخاطئ فأثبت الحقائق العلمية أن الشاي كرك هو عبارة عن مكونات عندك الشاي المكون الأول فوائد الشاي نفسه تعتمد على مواد الفلافينويد الموجودة فيها نوع من المواد يسمونها أنتي أكسيد مضادات الأكسل تحمي القلب وكذا هذه الفايدة الموجودة فيها إذن شو مكوناتها موجودة؟ الحليب الحليب يعطيني نوع من أنواع الفايتامينز ذائبة في الدهون يعطيني البروتين المناسب إلي هذا بالنسبة للشاي كرك نيب خصوص الشاي الشاي هنا يقولك هل هو الشاي مفيد أم لا حتى لو كان الشاي مفيد لازم نعرف كيف طريقة أو التكنيك لتحضير هذا الشاي ممكن التكنيك هذا يغير من أو من التركيبة الخاصة شايفة تصير بدأ ما يصير صحية تصير ضارة عطيناهم أمثلة على ذلك مثل عندنا الشاهي الأبيض والشاهي الأخضر لازم تكون درجة الحرارة هذا بإثبات علمي ودراسات أنه لازم تكون الماء على درجة حرارة ثمانين درجة مئوية تكفل علي النار وبعدين تصبها مثل إحنا نقول نخدر الشاي فتخدره على درجة حرارة ثمانين هذا بالنسبة للشاهي الأبيض والشاهي الأخضر بالنسبة للشاهي العادي اللي إحنا نشربها الأحمر أو الأسود فأنت تخلي الماء على درجة الغليان وبعدين تأخذ تبند الغاز وتأخذ هذا الماء وتحطه على الشاهي اللي موجود عندك بدون ما تفوره عساس أنه ما تكسر المضادات الأكسدة الموجودة وهذه هي الطريقة الصحيحة في إعداده عند الإخوان المصريين سمونا شاي كوشري يا ظني شاي كوشري هو مش عشان التفويره الشاي كوشري إن هذا نوع الشاي اللي موجود حاطين هم بيحبونها اللي هي أفريقيا شمال أفريقيا يحبونها مؤكسة جدا يعني حبة الشاي ورقة تكون مؤكسة كثير فتعطي اللون الأسود وهم يفضلونها طيب دكتور إذا ما تتكلم الحين عن الماء نحن عزيز قلنا لي يبلنا ماء اللي حين ما يعبلنا خلنا نتكلم عن فوايد الماء اللي ما يوصل للماء للستوديو طبعا الماء إذا رمسنا عن مرتدي المماشر الرياضي الماء مفيد جدا سواء كان برياضي أو غير رياضي بس خلنا نركز عن الرياضي بالنسبة الناس اللي يلعبون رياضة كمية البخر اللي يظهر من الجسم عالي لأنهم طاقة الحرق تعلف في أثناء الرياضة إذن هو يفقد سواء الأكثر إدرار البول لأنه في منهم يشربون مادة الكافايين في مكملاتهم الغذائية فهم يدرون بول أكثر كمية المأخوذة من الماء لازم تحتسب بالإضافة أن هذا العضل محتاج إلى كمية معينة بماء ما لا يقل على اثنين لتر ماء خالي بحيث أن يعمل مثل عملية تبريد على العضل خلال خلال ممارسة الرياضة عساس شي تلاحظ بعض الرياضين اللي عندهم عضل إذا ما يشرب ما يصير لتشنج في العضل وهذا يدل على الجفاف الشديد في العضل وبالتالي ما تصير عملية التبريد وعملية السيركل وحتى الدم لما تنقص كمية الماء اللازمة في الجسم يسمونها الفيسكوسيتي تبعة الدم يصير الدم لزج فكل السموم أو الفضلات بعد الهضم والأيض تكون بطيئة في عملية دورانها في الجسم ليش عشان الماء صايرة اللزوجة عالية بسبب قلة السواء وهل يسمون الجفاف الشديد في الجسم فهاي ممكن مراحل تتطور بسرعة الجفاف يتطور بسرعة في الناس اللي يفقدون أكثر منهم الفئة اللي تلعب رياضة على طاري الفئة اللي تلعب رياضة بس سألت عنهم الحينما ندخل في موضوع البروتينات وموضوع المكملات الغدائية لكن خلينا أخذ هذه المداخلة السلام عليكم السلام تفضل نتعرف عليك واختصر لي سؤالك الله خليك يا حيك شفت الدكتور ناجل معاي تسمعك الدكتور تفضل يا حيك تفضل النواة التمر عرفتها ايه نعم هذي يتخدمون على ما أعتقد بديل الشاي نوها بالسعودية يعني شو يعني أحسن عن التاي ولا يعني ما عرفت فايدة وما عارش يعني التمر بس عندك سؤال ثاني لا بس عن نواة التمر هذه خلاص واضح واضح شكرا يا هلا أنا ما عرفت اسمك بس تفضل لي دكتور التمى النخلة عموما من جذورها لينسعفها كلها فيها فوائد للإنسان وذكرت في القرآن فالبذرة هاي اللي تتركز فيها كل العناصر اللي تنبت منها هاي الشيارة كلها اللي تقاوم الصحرة وتقاوم الجفاف وتقاوم قلة الماء والجو الحار فتصور قوة النخلة فهذه البذرة الصغيرة بعد التحليل وجدوا أن نسبة مضادات الأكسدة عالية جدا في البذرة في البذرة هاي موجودة لكن في السعودية أصلا هي عادة عندهم أن يستخدمون البذر في عمل القهوة لكن مع الدراسات أثبت أنها غنية بنوع من الأحماض الدهنية الموجودة فيها وغنية بمضادات الأكسدة ماذا سولنا يا سندويشات؟ بعد؟ إذا طعامها حلو ليش لا؟ السلام عليكم أنا مصاب بهشاشة العظام وعمري 24 سنة شو من الأغذية اللي تنصحوني فيها؟ بالنسبة لهشاشة العظام أول شي لازم نعرف العمر هو ذكر أم أونتا 24 سنة ذكر أم أونتا 24 سنة يعني هو صغير في السن جدا أول شي لازم يتم فحصه بحيث أن نشوف هل هو موجود أمراض وراثية تشترك في الموضوع لأنه إذا ظهر في أمراض وراثية تمنع تكلس الكاليسيوم يعني يروح يأدي وظيفته في العظم فهذه إلها قضية ثانية وعلاج ثاني لأنه مشكلته هو يأخذ الكاليسيوم ويتعرض للشمس بس طريقة المنتابوليزم أو عملية التركيبة في الجسم ما تتم نظرا لوجود خلل وراثي داخل الجسم لكن إذا كان الشخص طبيعي وعنده قلة في الكاليسيوم فإحنا أول شي نقول لك نبدأ بتقوية العظم عن طريق الكاليسيوم فيتامين دال والفسفور لازم نراجحها لأشياء بالنسبة لفيتامين دال هو اللي يدخل الكاليسيوم على العظم هل أنت تاخذ من فيتامين دال الكفاية لك؟ هل تتعرض للشمس؟ هل تاخذ جرعات من حبوب الفيتامينز جرعات المناسبة لك؟ هذا أول سؤال ثاني سؤال هل تاخذ احتياجاتك من الكاليسيوم من المصادر الطبيعية؟ إذا أنت أكن أكلك مش من المصادر الطبيعية جيد أنا ممكن أعطيك حبوب كاليسيوم بحيث أن أعمل بلانس ما بين المأخوذ وكذلك زين يعني نحن ممكن نقول لنا لازم يراجع أخصائي يقيم حالته وعلى ضوء الحالة هذه بحيث أننا نتأكد أنه ما عنده خلل أيضي في الجسم بعدها يتحول الأخصائي طيب أنا برجع حق الرياضيين الآن في الفترة الأخيرة دكتورة أن يعني معظم أنا ما بقول بس الشباب حتى الإناث الآن دخلوا في الصالات الرياضية يستعيدون عن بناء الجسم بالأغذية عبر البروتينات أو ما أدري إن صح التعبير أقدر أسميها مكملات غذائية صناعية ما أدري إذا كان مسمىها العلمية هي مش صناعية هي طبيعية هي طبيعية بس مهضوم بحيث أن تكون أحماض يعني الكتلة البروتينية أنه هضمت بحيث أن تكون أحماض سريعة الامتصاص طيب في هذه الحالة هل هذه الأمور جيدة أم سيئة للجسم وهل أنتم كأخصائي تنصحون فيها أم لا تنصحون نحن بالنسبة لأخصائي تغذية نصيحتنا أول شي لازم الشخص يغير نمط الغذائي يعني أنا ما بسير أغطي أو أعمل سكيب لكمية البروتين لأن أخذها يومية من الأغذية أو الوجبات وروح أخذ بدل منها علب الباودر للبروتين أول لازم أركز فطوري وغداي وعشاي وركز الوجبات الخفيفة ما بينه وكمية البروتين لأخذها وبعدين أشوف سالفة البروتينات اللي هي الباودر أو الليكويد ثاني شيء يعتمد على الكمية الباودر اللي أنا أخذها لازم يكون متأكد هذا الشخص أن يعملها استخدام للعضل ليش؟ لأن لو أنا أخذ بروتين وما ألعب رياضي يعني العضل ما يستفيد منه مجرد بروتين فأنا بيزيد وزني لأنك أنت تأخذ بروتين بروتين يططاقه يتخزن في الجسم فأنا أتأكد أني أنا أخذ البروتين على حسب نوع الرياضة اللي أنا أمارسه في تقوية العضل بحيث أن العضل يستهلكها وينمي عضل بدل ما ينمي خلايا دهنية يزيدها التوجه الصحيح إذا أنا أخذ مكاملات غذائية من البروتين لازم أسير عند أختصاصي معتمد أتأكد من الكمية المناسبة إلي لأنه بيتأكد من نوع النشاط الرياضي اللي أنت هذا وبيبدأ وياك شوي شوي يعطيك يزيدك كمية عن الشخص الطبيعي وبعدين شوي شوي بيرفع على حسب التغذية المرجعية يعني كل مرة لما أنت عند العيادة ويوزنك يشوف كم عطاك عضل وكم لازم يزيدك فهي عملية حسبه ومش أنا أعطيه مرة وحدة كمية كبيرة ويصير أورلود لأن كمية البروتين الزايدة عن الجسم يطرح الكاليسيون في البول فيخف العضل عند الشخص صير كثافة العضل أقل لو عطيت هذا الشخص كمية ثلاثة جرام لكل كيلو جرام من وزنه رح يطرح الكاليسيون في البول فأنا خسرت أنا نميت عضل وخسرت بالإضافة أن البروتينات نوعين في البروتينات اللي هي الحيوانية فهذا تخلي الدم حامضي إذا صار الدم حامضي فأنا بفقد كاليسيون أما النباتي البروتينات النباتية فهي تخلي الوسط الدم قلوي فإذن أنا ما أفقد كاليسيون كثير عشان شي لو تلاحظ أن السابليمنت الموجودة هاي البودرة الغلبية مثل بودرة القمح بروتينات القمح لقيا أكثر شي عنصر نباتي فيها أكثر من عنصر حيواني عشان ما يطرح الكاليسيون جميل في أيضا يخدون هرمونات نعم إحنا ضد أنا أو أي دكتور يتبع منهج علمي طبعا إحنا ضد هذه الهرمونات نهاي لأن عمر الإنسان دايما لما يكون في مرحلة البلوغ دايما تكون هرمونات النمو عالية هاي المرحلة يروم الشخص يتشكل جسمه يعطي تشكيل في الجسم إذا استغل هذا الشخص في السن المناسب نقدر نعطي الشيب المناسب اللي هم يبقون شكل الجسم تقسيمته الروم نعطي لكن تعطيني واحد فوق الثلاثين وديقول له أنا بعطيك حقا هرمون يبقى مثل الشاب الصغير ويقعد يعطيه انتنسف رياضة قوية أساس أنه يشكل بيشكل جسمه بس بيعتبر اوفرلود على القلب على الكلا على الكبد هيعتبر اوفرلود عليها لكن الشاب يفرق الصغير في مرحلة البلوغة يفرق راحت علينا يعني لا ما راحت بس ما نسف وايد في ساعة يعني أنا ضد الهرمونات ممكن واحد يزيد كميات البروتينات بس بطريقة محسوبة الروم نمي عضل بس الإنسان أهم شيء لازم يكون راضي مش ينمي عضل يبغي زيادة وزيادة يعني ما يكون في رضا في النفس طيب بالنسبة لي يعني دايما نقول دكتورة الماعدة بيت الداء أنا من خلال تعاملي في العديد من البرامج الصحية سواء كانت عن طريق هذا البرامج الإذاعي وحتى عن طريق الأخبار الصحية أو غيرها من المبادرات اللي نحن طرحناها في هيئة الصحة ونصدف من بينها مجموعة كبيرة من مختلف التخصصات يعني ما أدري حتى أفكر أن أنا أدرس طبا الحين على هذا العمر ليش لا؟ ليش لا توجه صح؟ ليش لا؟ عموماً اللي اكتشفتها دكتورة أن معظم الأمراض تأتي إما عن طريق غذاء سيء إما عن طريق عدم التزام بالغذاء الصحية حتى أثناء المرض وإما كذلك عن طريق يعني العلاج يتم عن طريق أخذ الغذاء السليم عشان شين توصيات العالمية؟ بدت تتركز على شيء اسمه النمط الغذائي والصحي يعني سلوكك الغذائي والصحي ككل فهذا شيء يلعب يعني يدخل فيه عدة عوامل لما أقول لك أنا نمط صحي يعني لازم يكون هذا الشخص بيئة صحية نشاط صحي لازم يكون غذاء صحي لازم يكون علاقات صحية علاقات بين الأفرص يعني قصدي قصدي الناحية النفسية الاجتماعية اللي هي الناحية النفسية فلو أنت من كل هذه النواحي والعوامل قدرت توجد بيئة صحية في كل عامل فإذن أنت تروح متحافظ على صحة هذا الشخص إذا الموضوع صحي صحة فيسيولوجية وصحة نفسية لو قدرت تسيطر علىها بأقل قدر يعني أنت ما ترمت مية بالمية تسيطر على الوضع بس بأقل قدر وأهم شيء وأهم شيء أن الإنسان يكون راضي عن نفسه راضي عن علاقات راضي عن تغذيته راضي عن كذا بتشوف فيه بيس فيه سلام بينه وبين نفسه راضي عن متنة وراضي عن ضعفه لا هو مبراضي عن متنة مطلقا لكن راضي أنه ممكن بعد يتقبل مساعدة الآخرين له ما يكون متكبر جميل السلام عليكم على اليومات مفيدة وجيدة شكرا بن حبيب رياضي مخضرم توجه لك بالشكر بن حبيب يعني مشكور أخوين دكتورة من بين المواضيع اللي نحن نطرحها كذلك في مسألة التغذية الصحية دائما ما تكون هناك بعض الأخبار أو بعض الدراسات اللي تقول أن الواحد لازم يكون نباتي أكثر من أنه يأكل اللحوم ويأكل الدجاج شو رأيتش في هذه المعلومات أو هذا التوجه؟ أنا ضد هذا التوجه رب العالمين إحنا كمسلمين خلق لنا الأنعام الأنعام اللي الله حللها معروفة والأنعام اللي الله حرمها موجودة يعني أشياء اللي بتضر الجسم موجودة ولأشياء لهذه لكن يرجع أنه بخصوص المذاهب يعني مثلا شخص على ديانة هندوسية فيأخذ مثلا نباتي لو أنا حاولت أن أقلد هذا الشخص النباتي لازم أني أنا أخذ مكملات غذائية يعني لو أنا حين رحت لنباتي لازم أخذ فيتامين بي 12 اللي صنع الدم ولا بتصير عندي أنيميا أما النباتيين كالهندوس فهذه الجنريشن بعد جنريشن يعني جيل بعد جيل صارت عندهم طفرة أنا عندي في المستشفى ناس قم بعمامة فلما أروح أشوف تحاليل دمه أحصل همقلبين أفضل مني وأنا دارس في الكتب أن الشخص اللي ما ياكل الحديد من مصادر غنية مثل اللحوم والدم وما إلى ذلك يكون هذا الشخص عنده أنيميا هذا نسبة الدم أحسن مني فهذه اللي عندهم جنريشن أثبت الدراسة أن جيل بعد جيل صارت عندهم طفرة فهم يأخذون الحديد من المصدر النباتي امتصاصهم أكثر مننا إحنا إحنا ما نمتصى مثلهم طيب يعني لكن الأفضل أن الإنسان يعتم التغذية اللي هي الطبيعية من كل الأناصر أنا قبل أختم هذه الحلقة بس أبغي إذا ما نتكلم عن الغذاء المناسب للإنسان إذا أختصر بساعة يومية شو ممكن أقول في هذا المجال وممكن المستمع يأخذ خلاصة الكلام اللي دار في هذه الحلقة أسهل شيء إنسان ما يقعد يقول أنا بركز على كذا بركز على المجموعة كذا المختصر المفيد غذاء الإنسان على وجه الأرض ينقسم إلى خمس مجموعات لازم كل وجبة من كل هاي المجموعة من كل مجموعة يأخذ حصة من اللحوم حصة من الفواكه حصة من على حسب احتياجاتها الشخص من الكربوهايدات اللي هي الخبز والنشويات حصة ليش؟ إحنا لازم نغطي الخمس مجموعات لأن كل مجموعة فيها من القيمة الغذائية اللي تفرق عن المجموعة الثانية يعني اللي موجود في مجموعة اللحوم مش هو اللي موجود في مجموعة الخبز والعيش وما إلى ذاك مش هو موجود في مجموعة الخضروات مش هو اللي موجود في موجودة الفواكه أهم شيء إنه يكون طبقي مشكل من هذا يعني يومياً لازم آخذ من هاي المجموعات الغذائية لكن تحديد الحصص هذا يعتمد هل هي حامل؟ هل هي عندها بيبت مرضع؟ هل هو شاب يلعب رياضة؟ هل هو كبير في السن؟ هل هو صغير في السن؟ تعتمد الحصص من شخص لشخص حسب وضع الصحي طيب نصيحة أخيرة توجهينا للمستمعين طول ما أنت تاكل صح استمتع بحياتك فقط ما تعقد الموضوع وأي معلومة حسيت فيها شك فأرجع لذوي الإختصاص المعتمدين يعني كلام جرايد أنا قصدي جرايد غير متمدة النات المفتوحة الحين مواقع كثيرة أي واحد يكتب كلمتين ونمشي عليها لا لازم تاخذها من مصدر علمي موثوق إذن الاعتماد في استقاء المعلومات أنا حقيقة شاكر لتش أستاذ عفرة بن كتر رئيس قسم التغذية العلاجية بمستشفى راشد على هذه المداخلة ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في مبادرة أنجز أكثر ونحاول نتابعكم بين فترة وفترة في هذه المبادرة ونحاول كذلك نواعي أو نقول للناس وين أنتم متواجدين خل عسى بيشاركون في هذه المبادرة اللي حقيقة نتمنى أن الكل يشارك فيها إن شاء الله نشوفكم متواجدين في مواقعنا ومشاركين معانا حضوركم يشرفنا شكرا لتش عفرة بن كتر رئيس قسم التغذية العلاجية بمستشفى راشد عموما مستمعين نحن مثل ما بدينا هذه الحلقة قلنا لكم إن شاء الله يوم الأحد بيكون عندنا أو بتكون عندنا يعني فعالية كبيرة جدا تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وليعاهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي هيئة الصحة بدبي سوف تدشن مشروعين ضخمين بيساهمون بشكل كبير في يعني أحداث نقلة في الخدمات الصحية في إمارة دبي التفاصيل كلها ما أخبركم مطلع لسبوع القادم أيضا مستمعين مثل ما قلنا لكم دائما وحاولنا نحن حقيقة أن نحن نصدف شخصي حدثنا عن العيادة الذكية اليوم لكن للأسف الظهر أنه هم مشغولين بالعيادة الذكية فاللي يبغي يتابع المواضيع الخاصة به الصرع ممكن من خلال يعني التواصل مع مواقع أو حسابات هيئة الصحة على السوشال ميديا على الإعلام الاجتماعي تحت DHA أندرسكور دبي أو هاشتاغ العيادة الذكية سمارت كلينك الوسم يعني العيادة الذكية أو سمارت كلينك أو حتى اللي ما قدر يلحق أنه يشوفه على تويتر أو على البريسكوب اللي ينقل اللي تنقل لكم العيادة بالصوت والصورة ممكن أنه يشوفه مضات من هذه العيادة على حسابنا في الإنستجرام عموما شاكرين لكم حسن المتابعة نتمنى لكم إن شاء الله إجازة إجازتناها تسبوع سعيدة في الختام ماملك لنشكر مخرجتنا ميثة بن بيهات والشكر لفريق الإعداد بقسم الإعلام في هيئة الصحة بدبي وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف ونقلكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي